في نفس المصدر مناقب آل أبي طالب الرواية التي تليها فورا يقول وروا سفيان الثوري عن واصل عن الحسن يعني الحسن البصري عن ابن عباس سند عامي هذا في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد أنه جلس الحسن بن علي عليهم السلام ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان يأكلاني من الرطب هذا موقف ترى يمكن قليل هم يعرفون عنه أنه الحسن عليه السلام ذات مرة جالسه يزيد لعنه الله وهما يأكلان الرطب شوف فقال يزيد يقول الإمام الحسن يا حسن إني منذ كنت أبغضك إني منذ كنت أبغضك يعني من أول ما نولدت خلقت أنا وأنا أبغضك قال الحسن عليه السلام اعلم يا يزيد أن إبليس شارك أباك في جماعة فاختلط الماءان ماء أبيك وماء إبليس فأورثك ذلك عداوتي لأن الله تعالى يقول وشاركهم في الأموال والأولاد واستفزز منه بعدين يقول له شنو وشاركهم بالأموال في الأموال والأولاد وشارك الشيطان حربا جدك حرب أبو سفيان وشارك الشيطان حربا عند جماعة في جماعة فولد له فولد له صخر صخر ابن حرب أبو سفيان فلذلك كان يبغض جدي رسول الله